ايضا التكنولوجيا الرقمية ايضا هنا في الواقع التكنولوجيا الرقمية لها اثار كبيرة وايضا يجب ان نركز عليها بشكل كبير في التعدين واستخراج المعادن وايضا التكنولوجيا هنا لها دورة اساسي وهنا ايضا في عشرة دول وكان لدينا ما يقارب اكثر من ثمانمائة عميل هنا لدينا عدة قطاعات بعضها قد تكون الجيوفيزيائية وبعضها قد تكون التعدين وبعضها تكون ايضا النقل اذا قد يكون هناك اذا ما نقوم بها هنا كما ترونه على الشاشة فنقوم بنقل بعض الاجهزة من مناطق محددة الى مناطق اخرى ومن خلال هذه الطائرات بلا طيار وننقلها وقد ايضا اذا هنا هذه الطائرات يمكنها ان تقوم بالمرور بايضا غابات وبمسطحات بمختلف الاشكال والانواع وبدون ان تؤثر على هذا الشحنة التي يقومون بنقلها اذا فقط نجعل نحافظ عليها ونقوم بتتبعها ونضعها او نجعلها تحلق وبعد ذلك وهذه بلا مشاكل وقد قمنا بها وهي طريقة فعالة وايضا نستطيع نقوم بالنظر في المسطحات وبناء عليها نقوم باجراء عملية النقل او الحركة وبعد ذلك سوف يكون لدينا خريطة توضح لنا هذه المتضاريس وهي ادى رائعة جدا ونجعلها ايضا نجعلها تنزل الارض ونضعها على الارض ومن دون اي اثار جانبية او سلبية ايضا هنا كما ترون فيمكن ان يكون هناك بعض المشاريع التي تستغرق شهورا طويلة ولكن هذا يعجل هذه الطريقة ساعدنا على تعجيل عملية النقل وايضا اذا بعض الاشياء تأخذ مدة طويلة ولكن هنا يمكننا ان ننظر الى هذه الجوانب النقل وطرق النقل ويمكننا ان نرى هذه التضاريس المختلفة ونحللها وان نقوم بالنظر الى الوضع فيها اذا ما كانت غابات او اشجار او ما الى ذلك فعندها قد نقوم بجعل مستوى النقل اعلى ام منخفض بناء على هذه التضاريس الموجودة لدينا التي تصورها هذه الخريطة وايضا في بعض الاحيان قد يقوم بعد ذلك نقوم ايضا بهذه الاداة التالية الاداة وهي الاداة التي طير بالطيار الاوتوماتيكية او المؤتمة وهنا تستطيع هذه الاداة ان تقوم بعملية التصوير للمكان في نقاط بنسخة ثري دي وكل لدينا ثلاثية الابعاد خريطة ثلاثية الابعاد وتصورها من جميع المناطق وبشكل واضح الى اعماق كبيرة جدا تصل اعماق كبيرة وبعيدة وكل شيء تستطيع هذه الالة التصويره بشكل جيد بحيث يتضح بهذه الصورة كما ترون هنا ويمكن ايضا نقوم بتحديد الخريطة ويمكن ايضا ان نقوم بتحديد التضاريس وايضا الاسخور الموجودة على مستويات مختلفة بشكل سهل وسلس اذا هذه هي الخصائص السطحية وخصائص العميقة ويمكن ان نحظى بها مصورة وواضحة وايضا يمكن ان نرى هنا يمكن ان نحظى بنسخة واضحة وتصور لنا المكان ولكن غير ليست لا يمكن ايضا مقارنتها باي اداء اخرى فهذه قد تكون مفيدة لعدة مجالات ولعدة طرق وايضا هنا فهي اداءة رائعة جدا ومساعدة ويمكن ايضا ان تساعد ايضا في التقيب ومعرفة الاسطح والاماكن العميقة اذا انا تقدم دينا مشكلة تقنية هنا اذا هذه الاخيرة الاداة الاخيرة سوف لنا اخذه وقتا طويلا ولكن هنا لدينا التحاليل او بيانات الطائرة غير بدون طيار لقد قامت بلقى التقاط 20% من بيانات التحليلية للطائرات وهي فعالة جدا ولديها هنا عدة خطوات نقوم بها يجب ان نقوم باضافتها الى المنصة ونحظى بالتفاصيل بعد ذلك خلال تصوير هذه الاداة الاسطح والاراضي العميقة وهنا كما ترون هنا تتضح لدينا الطرق وايضا يمكننا نحظى بمستوى المقارنة معيارية وايضا هنا يمكننا ان نذهب ونقوم بقياس هذه الجوانب وبأي مكان كانت وبأي طريقة ونعم هذه ويمكننا بعد ذلك يمكننا ايضا نعرف مستوى الامان واذا ما كان هناك ايضا مناطق تحديدية نرغب بمعرفة مساحتها او نرى اي موائمة فيها وهذا امر في الواقع رائع جدا فسوف نقوم بعملية تجربية هذا بأي حاجة وبالطريقة التي نرغب بها وايضا قد تعطينا ايضا الحيكل الذي نرغب به وبالشكل ايضا الذي نرغب به اذا فعلى سبيل المثال كما نرى على الشاشة هنا اذا رغبنا بان نقوم بالتحاليل فيمكن ان نقوم بهذه التحاليل وان تقوم بعملية التحليل الافتراضية وهنا كما اعتقد ان سوف اجتهز هذه النقطة من خلال الهاتف فيمكننا من المعروف ان انا ممكن نستخدم الهاتف في هذه الجهاز وهنا ايضا لدينا تحاليل ويمكن ان نقوم بالتسجيل وهنا ايضا المسوحات والنسق ايضا او التنسيق يمكننا ايضا التكاليف هنا ايضا قد تكون جيدة ومفيدة بالنسبة للأداء مثل هذه الأداء وهنا اذا رغبتم بهذه الطائرات بدون طيار يمكنكم ان تقوموا بالتواصل معنا عبر هذه الطرق التواصل شكرا لك